السلام عليكم ورحمة الله لا نزال نتحدث عن الكريستاليزيشن ونتكلم الآن عن the importance of the crystal size حقيقة عملية الكريستاليزيشن دائما تعطينا مركبات ذات نقاء عالي جدا جدا دا مفهوم لأنها تنشأ من super saturated solution فبالتالي the solute concentration is usually very very high in these liquids in these solutions فبالتالي ناتج عملية البلورة دائما يعطينا products of very very high purity crystal size of a product are important for further processing عملية الفصل يا ابناءنا الطلاب دائما يعني هي ليست من العمليات النهائية ولابد لا بد أن تتبع عملية الفصل عدد من العمليات الأخرى عدد من عمليات الفصل الإضافية التي دائما ترافق وتصاحب عملية البلورة فبعد الحصول على الماغمة اللي ذكرنا فإن عبارة عن خليط من السائل والبلورات التي تكونت لا بد من فصل هذه البلورات من هذا السائل تتم هذه العملية بواسطة الفلتريشن على سبيل المثال أو أيضا يمكن أن تحدث بواسطة السنتر فيوغيشن بواسطة الطرد المركزي فلذلك لا بد من الحصول على بلورات مستقرة من أجل تحسين كفاءة العمليات التي تلي عملية الكريستالايزيشن فمثلا الفصل بواسطة الفلتريشن بعد ما نفصل البلورات قد نحتاج أننا نغسل هذه البلورات حتى أننا نزيل أي شوائب ترسبت على سطحها الخارية فبالتالي عملية البلورة لا بد أن تعطينا حجم وأشكال متجانسة لتسهيل العمليات التي تلي عملية البلورة كيف نقيم this uniformity of size and shape بواسطة ما يسمى بـ CSD وهو Crystal Size Distribution وهو عبارة عن Process Evaluation هو حتى يعطينا قراءة حول كفاءة عملية البلورة وهي مسألة مهمة جدا زي ما ذكرنا من أجل تسهيل العمليات التي ترافق عملية البلورة الشكل اللي أمامنا بيوضح different crystal size distribution لنفس المركب كل ما كان crystal size of a very narrow distribution كما في الشكل this is a narrow distribution دي كلها these are very good crystal size distribution لكن إذا تحصلنا على حاجة بالشكل دي فدس من هنا حيكون لدينا a wide range of particles فهذه بيتصعب العمليات التي تلي والتي تصاحب عملية the crystallization